دي كانت قضية الخطاب اللي دخل الدرج وما كانش حد عارف مصيره وي عايز اروح بقى النهاردة الفترة دي في مصر كلها دي فترة الاختبارات كل الاندية بتعلن عن اختبارات وضم المواهب ودلوقتي اولاية الامور واللاعبين كل واحد عنده الشغف انه ازاي او يروح يقدم في الاختبارات الاندية نادي قريب منه يروح يقدم فيه وحلمه كل ولد وده حلم مشروع النهاردة شفنا فيديو على السوشيال ميديا قلب مصر كلها تعالوا نشوف الفيديو قبل ما اعلق واتكلم علي صوت معنا الصوت ده فيديو ولد النهاردة رايح اختبارات نادي الاسماعيلي لابس تشيرت الاهلي ولد من الشرقية الشرقية بحكم المسافة قريبة من الاسماعيلية ولد رايح نادي الاسماعيلي المنظر ده والولد لابس تشيرت الاهلي وهو داخل لاختبارات النهاردة المسؤول او الموظف او فرد الامن بيقلعه تشيرت الاهل وهو داخل هل دي لقطة طليق هل دي لقطة النهاردة يقبلها اي مسؤول من موظف غير مسؤول او فرد امن غير مسؤول وبنتكلم النهاردة عن التعصب ايه المشكلة النهاردة ان ولد صغير حتى لو لابس تشيرت الاهلي يروح اختبارات الاسماعيلي بالمناسبة الفترة دي وفيه اعداد كبيرة جدا من لعبة مصر بتروح اختبارات النادي الاهلي بنشوف ولاد لابس تشيرت الاسماعيلي بنشوف ولاد لابس تشيرت نادي الزمالك بتشوف ناس لابس تشيرت الماولين ممكن الولد ده بالمناسبة يكون والده راجل بسيط راجل غير مقتدر ممكن يكون هو تشيرت ده عنده شايفين الصورة اللي انا عرضتها قدامكم دلوقتي او احنا عرضينها دي اختبارات النادي الاهلي الولد اللي قدامه الكرة ده ده لابس تشيرت او طاقم النادي الاسماعيلي نزل الاختبار بيتعامل افضل معاملة هو ده السلوك اللي احنا عايزين نشوفه اللي عايزين ننبس بيت تعصب النهاردة برضو عشان ما هدرش الناس حقها لازم اده كل واحد حقه عجبني النهاردة كابتن خالد الأماش مدير قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي لما علق كابتن حسن عبد الرب ومدير الكورة في نادي الإسماعيلي وعلق وما عجبوش المنظر ده ولا عجبوا الشكل ده وقال لان احنا عقبنا الموظف المسؤول او فرد الامن ده ان هذا لا يليق بالإسماعيلي حق برضو اقول لكم الكابتن حسن عبد الرب وقال ايه وزي ان بقول ان احنا بننبس تعصب لازم نشيد برضو ما فعله النهاردة المسؤولين داخل نادي الإسماعيلي كابتن حسن عبد الرب وعبر السوشيال ميديا على صفحته الرسمية قال ارفض ما حدث للطفل الصغير الذي لنا اعلم هل يمتلك غير هذا التشيرت ام لا ده اللي انا بقوله دلوقتي لحضراتكم وكان يجب منح تشيرت النادي الإسماعيلي واحتضانه حتى نتعامل مع طفل بطريقة صحيحة زي ان بقول لحضراتكم النهاردة وليه الامر موكم ما يكونش قادي الروح مكان بعيد يختبر او يجي النادي الاهلي ما عندوش المقدرة المالية الولد ما عندوش تشيرت تاني فموكم ما يكونش عنده المقدرة فالنهاردة نازل او عنده تشيرت الاهلي موكم يكون مستلف تشيرت من واحد صاحبه عشان يروح بيه فالنهاردة احنا ما نعرفش ظروف الناس ايه لكن النهاردة التعامل تعامل الاندي الكبيرة مع الاختبارات دي حاجة مهمة جدا